أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير طرق مجمع 917 بمنطقة الرفاع الشرقي بالمحافظة الجنوبية المشروع يهدف إلى تحسين شبكة الطرق الداخلية بالمجمع ورفع كفاءتها وأدائها الفني حيث اجتمل مشروع تطوير الطرق بمجمع 917 بمنطقة الرفاعة اجتمل على إعادة إنشاء ورصف عدد من الطرق الرئيسية والفرعية ومواقف للسيارات كما تضمن المشروع إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار لمعالجة تجمعات المياه خلال موسم الأمطار بالإضافة إلى توفير أرصيفة جانبية للمشاة مع توفير متطلبات السلامة المرورية على تلك الطرقات هذا ويخدم المشروع الأهالي والمقيمين في المنطقة كما يساهم في تسهيل حركة المواطنين وتنقلهم وحل مشكلة تجمع مياه الأمطار